صباح الخير الإخوان بخير أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم وهو واحد من مشكلة اللي كي يطيحوا فيه بزيب دي الناس أنه كي خرجوا يبغوا يصيدوا فما كيعرفوش البلاصة اللي بالضبط غايتكون فيها ستايلة وخايدوزوا عليها بطوموبيل أو بموتور وخايتشوفوها ما كيلاحظوش أنه كينا فيها ستايلة الفيديو ديال اليوم وهو كيفاش تعرف أنه المكان بستايلة من النظرة الأولى وحسبها في وصول السنة لأن ستايلة مع تقلوبات الجو كين فيها مني كتكون مازال قرع من شهر ربا حتى شهر عشرة ومن شهر عشرة حتى شهر ثلاثة هادو ستايلة كين البلاصة اللي كتلقى فيها هاد الشهر ستايلة الشهر جاي متقدرش ما تلقاش فيها هاد الشي كامل غادي نشارحوه في هذا الفيديو وكيفاش تلقى ستايلة بأسهل طريقة ممكنة وكيفاش تشوف البلاصة تعرف انه فيها ستايلة ولا ما فيهاش هاد الشي كامل غادي نتابعوه معي هادابا وغانا نشرحوه بالتفصيل وإلاك تما زال ما ديرش ابوني و لايك دير هادابا وخلينا نمشوا الفيديو باش نمشوا الأماكين البلاصة اللي هو شهر اللي كتكون داخل المهاجيرة من بره من اسبانيا كان شهر 11 وشهر 12 وشهر 1 ووجوش كان خم شهر حتى ربع شهر في السنة اللي كتكون داخل فيها المهاجيرة في هذا الزامن وفي هذا الوقت بالضبط ستايلة كتكون في الأماكين اللي فيها الشوك بحال ما هاد طريقة هاد هدا البلايس تماما كتكون فيه انism a pattern وما هادوا مستايلة في هاد الفصل من السنة وهي شهر 10 و 12 أounce Folgreat اللي كتكون داخل فيها اللي كتسم بمهاجيرة بت马 شهر bout the same time بحال ما هاد البلايس هادو أيها بالبعض منة كتون meztr� اي بلاسة من اللي كتكون هاد البلايس هادو بحال ما هاد ذلك بحال ما هاد它的 Bild لا ترامش بايس الي في علمة لانه في شهر ١١ و ١١ و ١١ تكون قط engage بالهاتف لا امودع ما بيكون فيه علمة فى بعض الشوق إما هات الشوق مهم بلايس الي فى الحون فلا فى الشير المace لي الموجود لانه يظهر bez Фعيس فعيسالة مشيت توردي على بعد بواعد رغم 70000 6 كولومتر و تجي التأكل في هذا البلايس فأي بلاسة كنت خارج البلاسة يصبت فيها هذا الشوك فعرف أن هذا المكان 80% قدر تكون فيه ستايلة فأما بالنسبة من كتكون خارج القورة شهر ربعة و خمسة و ستة و سبعة و ثمانية و تسعود حتى العشرة فكتكون ستايلة رايما شي بلايس لأن الفراخ صغار لا يقضون يضربوا مسافة الطيران لكي يوردوا إذن يكون فيه بلاسة اللي فيه الماء يكون حداها إما شجار يكون غالبا في الشجار اللي يكون فيه العشاش بل لو ما كيكبروا الفراخ عدا كيوليو شوية يطيروا يضربوا مسافة لكي يوردوا أما في هذا الفصل من السنة اللي هو دي شهر 12 و 11 و 1 و جوج فكتكون ستايلة كتروم هذا البلايس اللي فيه الماء بحال ماء هاد البلايس اللي كتكون فيه الماء أما بالنسبة لشهر 4 وشهر 5 و 6 و 7 و 8 الفصل ديال تفريخ ديال ستايلة فكتكون ستايلة في شي أماكن اللي كيكونوا فيهم الماء حيث اللي فراخ كيكونوا صغار ما كيقدوش انه يضربوا مسافة بشي بشي وردوا إذا كيكونوا حده شي بلايس اللي فيهم الماء كي تقول الماء قريب اليوم يكون الماء قريب اليوم كيلومتر أو هكاك فعرف الفلاس اللي يلقيت فيه الماء وزياد على ذلك كين حاجة آخر عامي الآخر يكونوا قراب الماء وهو فصل الصيف لان 4 و 5 و 6 و 7 و 8 كيكون فصل جد جد حار فكيكونوا قراب الماء كيحتاجوا الماء عدة مرات في اليوم إذا كيبقاوش بلايس اللي قريب الماء في منك تشوف هاد الفوصل هادو ديال شهر 4 و 5 و 6 و 7 و 8 حتى لتتعود منك تكون حرارة أي بلايسة كتتوفشي واد أو عين فتما غدا تكون كتورد منها ستايلة إلي كانت بشي خلا فما تبتيش البلايس اللي فيهم هاد الشوك لأنه ستايلة كتتاكل غير تحت شجر في البحير و هذا الشي وفي البحير وتحت شجر كتاكل الربيع كيكون ما زال الربيع خضر شوية ما كتكونش بلايس اللي فيهم الشوك بحال ما هاك وأصلا كيكون الشوك ما زال ما يرمج فهذا الفصل هادو بالضبط ديال شهر 1 و 3 و 12 و 11 فستايلة كتكون في الشوك وبحال ما هاك تترون بلايس اللي فيهم الشوك إذا في هاد الفوصل ستايلة كتتقسم على جوج ديال الفوصل كي الفصل ديال التفريخ اللي كترون فيه في البلايس ديال الماء و الفصل الصيف هي كتتفرخ فصل الصيف ربعة و خمسة و ستسو سبعة سترون فيهم البلايس ديال الماء والشجر والدل كتش كتكون الحرارة كتحتاج الماء عدة مرات في اليوم و في الوقت ديال المهاجيرة شهر واحد و شهر جوج و 3 و 4 لا في وقت ديال المهاجير شهر واحد و جوج و 11 و 12 و 10 خمسة شهر في السنة ديال المهاجيرة كترون بلايس اللي في مشوك و المأكل بحالك بحيث انه كي يكون الماء موجود كتكون صبشتا فما كتحتاج انها تقلب على الماء وما كتحتاج انها تبدل شي مجهود و تصيب الماء ولو تبدل مجهود فهي كتكون قادة على الطائرة اللي مدة و لفترة طويلة عكس الفراخ ديال يالله طايرين ملعش يقول لهم قرع هذوك ما يقدوش يقدرون ماد سافاو او ماد مسافة ليطويلة لكي يقلبوا علمه وهكا غدا تكون انه والتي عندك فكرة على البلاثة اللي تلقى فيها ستايلة بطريقة جد جد سهلة و سنكون الفيديو ديالنا وصل النهاية ديالو إلا كنت ما زالك تفرج خلي اابوني و خلي لايك باش يوصل لك اي فيديو اللي هو جديد و اي فيديو اللي سهل عليك الصيد او تربية الحسون او كل ما يتعلق بطيور الزينة ان شاء الله و مزل فيديوهات و افكار لا تقدر تساعدك في الهوايه ديالك و اتحلعه